السلام عليكم الأحباب كامل تكونوا ملاح وبخير عليكم أخوكم دحمنوس يحييكم اليوم جبت لكم أحسن وصفة ستجربوها وقدمها نقول لكم بلينو نزيدوا شوية لها سنقوم بعمل صندويت شات اللي يفرحوا بهم الأطفال باللحمة اللي مفروم ديروهم على شكل ستاكا شنوريكم كيف تشتبلوهم تطيبوهم بوحدة طريقة ما شاء الله مع أحسن خبز اللي راح تجربوه ديروه غير فضة تخدموا بهات الصندويتش تخدموا بالليطاكو ستورتيلا وعدة وصفات وبالنسبة للستاكاشين وريكم كيف شتبوه وتجمعوها للستاكاشين وعندما يطيب تقطعوه طراف طراف ما يجيكمش لحمة فروم يجيكم بزاف هايل وبعدما نشكلو الصندويتش تعنا نحمروه راهو جد بسم الله ما شاء الله فلذان قريب ديول دخلانيين من بعد راح نعطيكم الاضافات الناس اللي تحب تزيد الاضافات الفيديو تتعليون بزاف هاي البناء ولا اروع وقدمه نقول لكم بني نزيدوا شوية اللي هيك المهم ما تنسوش خكم تحمنوا سبليجا وبالنسبة على انسلاقرام هاي اليكتورات تعاكم اللي عندهم من انسلاقرام مرحبا بكم كامل تم اكودوك راح نعرفكم مع المقادير وطريقة التحدير بسم الله على بركة الله كاميرا كتشفوا اول حاجة نجو نبدو في الوريقات تاع الخبز تتبعوا معايا ملح ديروا بيهم الصندويتش ارتيلا والطاكوس بالطبع وش راح نحتاجوا كاس تعلق الفارينا بالنسبة للكاس فيه مية وخمسين قرام كاميرا كتشوفوا عندنا حوالي خمسين ميلي لتر تاع الحليب ملعقة خمس ملعق خمسين ميلي لتر تاع الماء خمس ملعق وصفة بزاف هيلي تخرجكم تلت ورقة زوج ملعق تاعزي تعالي عشانين ميلي لتر والعشانين قرام عندنا ملعقة تسكر خمسة قرامت وعندنا ملعقة صغيرة عن ملح زوج اقرامات وصفة بزاف حيلة تخرج لكم تلت ورقة الناس اللي تحب تدير الطالة على الفارينة اضعف اللي ما قادر تخرجوا حوالي 11 حتى 13 ورقة هذه هي وكهنوش راح نديروه هادك الحليب ونضيفولو هادك زيت الملح وسكر يعني يمزجوا ما بين الملح وسكر يدوبوا عادي لان الوصفة هذي ما فيهاش الخميرة نقولوها ونعودوها لخبز تاعة التورتيلا ولا خبز تاعة الطاكوس ما فيهش خميرة الخبز هاده هي باش تدول فيه كرام ما شاء الله وندوك نعطي لكم الوصفة باش العجينة جيكم من الشحمة وما تكسرش وما تفتتش وتجي ابت طبع ورح نجيبوليان نحطوه كامل هادوك المقادير نزيدو نضيفو الكميات تعال فارينة كاس ما عمر للفوق فيه وزن 150 قرام توجر غير بالمعي العقاة تعنا خفيف ضريف ونبدو نحركو فلابات تعنا يعني في الكميات قلال ما كان لها تستعملو البيترا هاده مكان باش الخدمات جيكم اخفيفة وضريفة وهنا بعد ما تشكل العجين دوك نحو هادك الملعقة نحطو شو فارينة فوق اللي بلون طرفين هبطو كامل هادك العجينة تعنا ونبدو نطمو اخفيف ضريف العجينة تعنارها اطرية ما شاء الله رشو لها غير شو فارينة فوق فالبلون طرفين ونبدو ندلكوها اخفيف ضريف هاكدا باش تعطينا نتيجة ما شاء الله ما ديروش لفوت تعكم قاس حال ما قادير مضبوط هاد الرشاة تعال فارينة غير تعاونوا بهم يديكم وبعد ما نشوف العجين تانا طبنا رح نقسمو في الميزان على وزن ثمانين غرام يعني لورقة تحت طاكوس جينات ثمانين غرام رح تخرج لكم تلت ورقة ثمانين والعجين المتبقية فيها ربعين غرام يعني تقدروا تديروا ورقتها ربعين غرام للناس اللي تحب تخدم اهلموا ملا حدوك واش راح نديرو الرشو شوية تعال فارينة نبدو نبوليو في الكورية تعنا فينهم نعجين تعنا تلقاوهية بربر يعني الطريحة يبي يلسق في اليدين وما يلسقش هذيك الرشة الخفيفة تعال فارينة اللي راح تعاون لكم اخفيف ضريف وبعد ما نكملوهم ذوك راح نجبو الطرشنا تعنا نغطوهم نخلوهم يرتاح يعني مدة قليلة ما فيهمش خميرة الخبز وهنا الحباب نجو للتتبيلات على اللحم المفروم كما راكو تشوفو هنا عندي 450 جرامت على اللحم المفروم هنستعمل كويس الداند الأحمر اللي عنده فيونضاشي يستعمل اللا فيونضاشي وش نجو نديرولو تتبيلات لحباب عندنا شوية عبصل نقاشة وهرقيقة قاع وش كاين حوالي فصة التوب وشوية على المعدنس طريقة سهلة مهلا ليزي بيس وش عندنا زي حاولي ملعقة الزيت تلمح ليزي بيس عندنا في الفلكحل وعندنا توابل اللحم اول حاجة راح نديرلكم هاوليك تابل تاكن كيفاش يجين نحطه هو لولاني نزيد ونديرو رشاة تعفل في الحل خفيف ضريف واهم حاجة هاداك اللبصل يتقطع الرقيقة باش عندما طيب هاداك ستكاشي يعني راح يدوب ويتعسل ويعطي نتيجة ما شاء الله مع هاداك الفصة التوب ولمعدنس نديرو رشيشة تعلم الحماشي بالعين وراح نضيف هاداك الكمية تعزي الطريقة السهلة مهلا وهنا ما بقى عنا غين تابلوا هديك اللافيون تالشي تعنا نعجنوها مليح باش المكونات يدخلطوا الحم تعنا راح ينسجب نقسمو الكوريات على ثلاثة على وزن مية وخمسين جرام صندويج هادا راح يدير وزن الستكاشي مية وخمسين جرام يعني راح يجيكم بالطبع وكأنوش راح ندير راح نخدم غير صندويج واحد ووزج اخرين نخبيهم فتلاجاك شو ما ندير بهم وصفات اخرى المهم نعطيكم الفكرة لليوم هادا مكان راح نعود نولوه للخبز تعنا بعد ما نشوفوا البولة على العجين ارتاحت البلون طرفي تعنا نرشو فيه الفاري نخفو فيما نشي بالعاني ونجيبو الحلال تعنا طريقة سهلة مهلا لبت تعنا راح تكون الطريقة والعجين راح يتفتح بكل سهولة نبسطوها التوجر هاقده باليدين من بعد راح نحطوها فوق بلون بلون طرفي مرة على مرة نقلبوها وكل ما نشوفوا العجين تعنا راح يلسق في البلون طرفي نعاونوه بالشيشة على الفاري نعم ماشي بالعاني بالحلال تعنا رقيق توجر خفيف ضريف نحلوه منا نعاود ونقلبوه ونعاونوه هاقد شوية باليدين باش يعطينا الشكل دائري وكي نوصلوا لهذا الناتجا راح نعاونوه راح نقبل يدين نرفضوها نقلبوها نزيدو ننطفوها كامل من هاديك الفاري ننجيبو الحلال تعنا نحطوه هنا كي ما راكوا تشوفوه وراح نبدو نرولي العجين تعنا باش يترفض بكل سهولة طاجين تعنا يكون تشعلته من قبل ونخله يسخن مليح نجيبو العجين تعنا نبدو نحطوه منا ونبدو نفتحوه غير بالعقل يعني الخبزة راح تكون دائريا باسم الله ما شاء الله الى تعاوجة تعاونوها باليدين هنا وش راح نديرو نخلوها طيب خفيفة دريفة راح تبدو ندير الفقاعات ويطلعو بكل سهولة عندما يكون طاجين تعكم السخون وهنا اللي اهله نقلبو هذك الورقات تعنا هولك الطياب بتاحها ما تخلوها شطيب زاف باش ما تبسلكو مش الورقة نزيد وخلوها طيب على الجهة الثانية كمية خفيفة دريفة ونحوها نحطوها في سيوى نغطوها بالطرش هنا هكذا باش ميدربها شريح وتعطينا نتيجة ما شاء الله نكملو الخبزة الاولى تالية تالتة انا نغطوهم هنا وبعدما كملتهم نجيبوهم ونشوفوهم قدامكم تالت خبزات بكسع الفارينة ما شاء الله يعني الوصفة هذي اي واحد يكون مشغول يقدر يديرها ولا منزروا ليه ليه توجد هنا بعدما نكروف صوتكم بالورقات نعود ونسرحوها يعني العاجينة ووصفة مدمونا مئة بالمئة على اخوكم ده حمان وش راح نديرو قطعات على الاليمنيوم ولا قطعات على ورق الزبدة ولا الورق شفاف اللي متوفر عندكم هنوش راح نديرو نبدو انو بسطو فيه هو يتبسط وراح يشدروحو علاج الستاك هتقدرو ميف لبالا تخدموها يجوكم ما شاء الله يتحمرو بالطبع راح نرفضو هذيك الورقات على الاليمنيوم وندوها ديركت للطاجين ولا البلاكة ونقلبوها على الجهات على الحمام بعد تشدروحها هذيك الاليمنيوم راح نحوها خفيف ذريف ونخلوه استاكتعنا يطيب غير بالحقل وهنا راح نجو نقلبوها خفيف ذريف بش يزيدي طيب من الجهة التانية طريقة سهلة مهلا الارتور يطيب بالطبع هذيك اللي بصالة والتوم مع التوابية راح يعطون لكها ما شاء الله وفي الاخير راح نقطعوها شرائح كما راكو تشوفو لو كان حبينا نديرو بولي اشي ولا داند اشي ولا اللحم ما فروم اشي يعني مد دخل او اتعب بزوه بش يجيكون فتحنا حبينا يبقى دي طرنش ما شاء الله يكونوا هاقد شوية كبار وفي المونتاج راح نجيبو الورقات على الخبز ديرو فروماج جيبولو راح ندير شوية كورنيشون شوية فريتوسوس فروماج اللي كنت درتها في الفيديو القادم دوبتها شوية في الميكرووند هذيك الساكاتشي سخون ونزيدو الفروماج موزاريلا والليقرير الصندويج تع تعنا على شكل صندويج مشو كم الغلقات تعطاكو سندو فوق تاجين هادا كي يتحمر حتى ياخد احمير بزاف اشبه في طبق تقديم راح نجيبو اللوبلا كتعنو بول فيه سوس فروماج بول فيه فلفل مرقات شوية زيتون كومباني مو معه يجو وما شاء الله ونخلو الصندويج تعني يتحمر بيا على اربعة جيهات هنا بعد ما اجا شوفو باسم الله ما شاء الله ام حمر على اربعة جيهات طبع نقسمو الصندويج تعنا على زجوره وواجد هذيك السوس فروماج وهادك الموت زاريلا يتع عسل بسم الله ما شاء الله الصندويج واجد خفوفي ان شاء الله تكون عجبتكم الفكرة مع اخوكم دح مالوس هنا وصلنا لنهاية الفيديو قولوا لي رأيكم في الوصفة الخبز جربه على دمانتي اما الحشو تديروا اي حجم توفرة عندكم تديروا فيونداشي تديروا دانداشي تديروا بولياشي تديروا مرقاس كبدة اي حاجة تديروا الخبز لفوا الصندويج تعكم حمروهم فقطاجين وبصحتكم اهنا ما بقى لنقول لكم غير بقىوا على خير وتهلا وفروا وحتكم وما تنسوناش توجروا بالتدعيم وليجب هقدر باش نواصلوا ونزيدون وحطو لكم الوصفات باذن الله سلام وليحبا